كابت الربيع من تمانين لتنين وتسعين ده في النادي الأحي تسعة وسبعين بالظبط من تسعة وسبعين تسعة وسبعين لغاية سنة اتنين وتسعين عايزين نعرف المشوار اللي قبل كده شوية بني سويف لكن قبل كمان بني سويف حضراتك بدأت بدأت ازاي بالظبط وانا بدأت بدل جدا ان كنت صغيرة وكنت لعب ملفت وعندي موهبة وعندي مهارة بياخدوني في التحديات دايما وكان اقول انت زي مش في نادي بس كانت ظروف تختلف زمان مراكز الشباب اقصاها دورة رمضانية ماتشات وديب في المحافظة نفسها محافظة بني سويف انا بدأت تامل مركز شباب الفاشن طبعا واخصاها نادي بني سويف بس لكن كنت سمعت كويس وبعدين بقى كان لها تجارب كتير جدا حد بحد ياخدني هنا في مصر لموهبتي والناس سمعت عني بدأت كم سنة بالزبط وانت كم سنة بدأت بقى يعني يتعرف ان اه لا ده في واحد يلعب كورة كويس بادري اربحتاشر سنة يعني اديها اربحتاشر سنة يعني من الصغر مسامعة كنت في المدرسة وكنت نعم مسامعة من اربحتاشر سنة بدأت تسمع بغضوني في امريكا الشباب وماتشات ودية كبيرة ويجلقني جيبه وحتى توظيفي باكلفتر الراجل مدرب بوظفني باكلفتر مش عارب باكلفتر ليه مع ان انا كنت هداف وعندي مهارة وبروح وفا متسالب وبيتدي بي جوان باقياسا للمدافعين يعني انا مساجل تات عشرين هدف كلهم باحتزي بيهم طبعا كلهم كاليم فرحة كبيرة جدا بفضل لاسهم زملائي فالقصود هو ان انت بعد كده روحت بانسويف وبانسويف باقى كان في القسم الثالث جيه ماتش اهلي اهلي وبانسويف اليوم ده باقى كان يوم عملت ماتش كبير جدا وطالغت طبعا وانا باكلفت بارت مين كان بيلعه عليك في النادي كده صغير وكان الفريد الصغير كابتن عمرض المجد كان الكوردي با وطاربوزيت وحساب البادرين وقدرت انهالفت الانظار وانادي اهلي اهلي انا عاوز اكتبه موجود وحصل با حاجات كثيرة جدا لكن في النهاية وقعت النادي الهلي وروحت بعد مفارقات كبيرة ومواقف صعبة جدا ايه يا كابتن ربيع ان المواقف الصعبة لحضرتك بعد مشوارك وتاريخك الكبير ده الحقيقة حتى التقرير يعني يعني ما يكفيش تقرير واثنين والله ده حقية فعلا ايه المواقف الصعبة اللي حضرتك تفتكرها من مشوارك في البدايات خالص اوه حضرتك كان فيه مشاكل بالنسبة لي النادي بتاع بني سويف ودى ورقي للمؤيين العرب قال لك لا احنا كان فيه توقامة وكان فيه صلاة التقارب فالك لا احنا ودي المؤيين العرب المؤيين العرب ودى لإسماعيل قال لك نودي لإسماعيلها لإسماعيلها عنده طمس مستر طمس ويروح كمان ربيعه وفاين رحت هناك عادت سبوع قالوا لي رحت ودوني عادت سبوع هناك والراجل قال له لا ومضيت على يعني كان قصة كبيرة جدا بس كانت المفاضلة بقى ما بين الأهلي والإسماعيل انت عاوزي سيدة الفري مرتاجي نزل بني سويف ورعب المحافظ قال له ورق عاوزي نادي الأهلي كان النادي الأهلي بقى بعتلي متأخر بعد الإسماعيل يعني حضرتك رحت من بني سويف رحت على الإسماعيل المؤولين الأول أو قدوني المولين قعدت مع رئيس مجلس الإدارة مانت الصلاحة حسب الله وقال لهم لا انت مولين ليه الزمالك الزمالك أنا اتمرنت فترة وازهقت لإني كنت باجي من بني سويف يوميا ومشور كتير جدا وكنت أول مرة نزل مصر يعني كناش مثلا أقصها المينيا أقصها بني سويف صغارين ما عافش حاجة والظروف طبعا والإمكانيات خلانا وقعين يعني فبس فقدرت بفضل الله تعالى إن أنا أقولي النادي الأهلي كان بقى ليه دور كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم عم عبدالبي أهل الله اللي داري الناجح المحترم اللي هو بينتمي ويشتغل بما يرد الله كانت فيصل فيصل الاستمارة المنطقة منطقة سيود قال لي خلاص أنت عاوز الأهلي وهلا عاوز بسم الله طبعا الأهلي طبعا مش كلا اخترت طبعا النادي الأهلي وقردت بفضل الله سبحانه وتعالى وإيه دي ربنا وفاني هالي إن أنا أخذ يعني المنطقة يجي ورقي وعم عبدالطلوبه طبعا على التلفون الأرضي وطبعا كان بعتلي بقى وقال لي تعالى استناني كان سمح هو قبل يعني كان سمح الوضوع الإسماعيل إسماعيل فبعتلي لقيت تليغراف جايلي لحد البيت من النادي الأهلي تليغراف جايلي من النادي الأهلي إيه ده من النادي الأهلي استنانا في القطر لا يوصل بني السوف استوعدت دور كنت أنا أخوي اللي أرحمه فوقفنا قال لي أنت ربيع سين وطلوها ربيع سين قال لي عاوزك قال لي عاوزك وطلوها عاوزي فينا أنا معيش قال لي عاوزك إحنا رحين سواج وهنلعب ماتش وتعالى ركب معنا هنشوف وقال لي أخويا الطب من ما تخافش ففعلا ركبت معاه وجاب لي لبس وقال لعب لي شوت باكليفت وشوت باكريل بص حضرتك وفي المشوار بقى وأنت رايح بقى يعني كنت مسدق فعلا أنك رايح على الأهلي والذي هتب خدعة في الآخر طبعا سيناريو حضرتك بصي أنه يقف والقطر وبعد يقول له تعالى وياخدني وأنا طلوه ماشي أجي معاك المشكلة الحاطة يعني بص حضرتك ما ممكن أقول له لأ أنا ما روحت وما كانش معي لبسي خالص فاتصرب في لبسي فعلا وقال جي من سهاج قال لي لا بعد إذنك مش هسيبك وقال داني عنده البيت بقيت عنده قال لي الصبح هنكون في الأهلي عشان أخلصك وحصل وحصل حصل وإداري ناجح وإداري على أعلى مستوى وقد بحيتك وحاجة جميلة جدا وهو وأنا طبعا كان عندي الرغبة والشرف مفيش كلام وفعلا بقيت عنده والصبح كنا بنصف عشان يخلص الجرات سريعا سريعا فكان الفيصل بعد كل ده يعني المنطقة هو المنطقة إسماعيلي خلاص أنا رحت وقرب ميتهم وسألهم خلاص وخلق خلوهم ده ما يقرقش بره إسماعيلي بس كفناية الموسم فطبعا فايصل منطقة أسيود كانت إحنا تابعين لأسيود بل السيف تابع لأسيود فكان هما يعني الأهلي سبق وأنا كانت الرغبة طبعا للأهلي نادي الأهلي نادي أقلي قدام المحافظة برغبتك وطوله النادي الأهلي طبعا وربنا يعني كرام الحمد لله ووقعت النادي الأهلي ودخلت في النادي الأهلي من تسعة وصعبين إلى تنين وتسعين يدريت أن أنا ألعب عدد كبير جدا مبارد عب أساسي يعني حضرتك بدأت آه بك شمال برضو ولا كنت من أول يوم لحضرتك في الأهلي